أنا ما أدري إذا كانت زيادة الرسوم هذه راح تسوونها بنسبة وتناسب مع رواتبهم أو لا يعني الوافدين اللي رواتبهم على 200 و 300 و 400 يالله يأجر ويالله يوكل عياله ويوديهم بعد مدارس خاصة لأنه ما ندخلهم مدارس حكومة يعني هل هذا تأخذون عليه رسوم كثر اللي ما عاشه 4000 و 6000 دينار أنا أعتقد هذه ما فيها عدالة يعني ويعني أنا شخصيا علاقتي بالوافدين جدا جيدة وأهم أصدقائي ويعني وزملائي في العمل ويعني علاقتي معهم فعلا زينا وأشوف أشوف معيشتهم فالناس اللي رواتبهم عالية مرتاحين ما عندهم مشكلة يعني مثلا زملائي في الجامعة حتى يدرون دخلون عيالهم مدارس الحكومة ولكن في لي بعض الأصدقاء الوافدين اللي رواتبهم قليلة محدودة ومع هذا ما يقدرون حتى يدخلون عيالهم بالمدارس الحكومية ولكن هل الأهمة عالة على الكويت؟ لا محتاجينهم محتاجينهم كمدرسين ومدرسات محتاجينهم حتى كمدرسين ومدرسات وأخصائيين في المدارس اللي لها احتياجات خاصة هذي لناس يعني ليسوا عمالة هامشية ليسوا عبع على الدولة بالعكس احنا نحتاجهم في كل شيء يعني في حياتنا من خلي العمالة الحين اللي في بيوتنا ولكن مؤسسات الدولة ولا الجامعات ولا المدارس فيعني لازم نفكر فيها عدل هل احنا نبي نزيد الرسوم على هذا الوافد علشان مثلا نكرها بالكويت؟ نطف شيء ما نخليها مطمع يعني مثل ما قالت استاذة عذراء ولا احنا محتاجينهم فعلا ولازم نخلي الكويت تحتضنهم بنفس الوقت بعدالة